ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي ثبتنا الله على ولايتكم والبراء من أعدائكم لنفوز فوزا عظيم يا غريب يا مظلوم كربلا وثواكل وثواكل في النوح تسعد مثلها أرأيت ذاتك لن يكون سعيد الإنسان الثاكل ما يكون سعيد دائما في حالة حزن وأسى ومصيبة سعيد لكن الحوراء زينب عليها السلام تبدل حالها حنايت حنايت فلم تر مثلهن نوائحان إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا وقيدا حنايت فقيدا فقيدا حنايت فقيدا فقيدا أو تدعو صدعة الجبال الميدا عبرانتها تحيي الثرى لو لم تكن زفرانتها تدعو الرياض همودا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمين لم تلقي غير أسيرها المصفود ناديت فقطعت القلوب بصوتها لكن لما التضم البيان فريد إنسان عيني يا حسين وخي يا أملي وعقد جماني يا المنظور ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عوتني من قبل ذاك صدودا لمحنة شغلتك عنها يا أبا عبد الله أمقل حاشاك إنك ما بريحت ودودا سور الحرم يا حسين لا تجذب الونا بلشتي عزنا من الحرم تهدئ الرنة أنا ودي أوصل مصرعك ونجدل وياك لكن شبيدي لازمة ذيالي يتاماك لو يقدر السجاد ينهض شان جيناك خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة ندري الغربة الضعض عزوم الرجاجين وأني وحيدة وعائلة ومجبل علي ليل خفض عنها من الصباح من كربل يشيء وتظل عاربها الفلوحنا ضعيفة قال هاي بل تجهيز لازم يتركوني وباجر تمر بيايا ضعين وتنظروا وانتي وخواتي كان رتو توصلوني بيجبل علي ليل جيبل فاطمية وخي يزينب إن كان يا مي تقدري إيها إيهن تجي إلا باس واتوصليا المشرع يمجسد طلعوا بسواد الليل زينب لا تطلعوا في ضوى النهار طلعوا بسواد الليل يستركم عن الناس ولزم الصبر يعزيزة الزهر الأمر فات الأمر لله لا حول ولا قوة ولا منعة ولا عصمة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الآية الكريمة الآية الكريمة في بيان العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الناس تجاه أهل البيت صلوات الله عليه وهذه العلاقة التي يريدها الله جل وعلا من الناس تجاه أهل البيت هي علاقة تحت معيار علاقة المودة أيها الأحبة العلاقة تنقسم إلى قسمين علاقة محبة وعلاقة مودة ولبيان ذلك لابد لنا أن نعرف ما هو الفرق بينهما ما هو الفرق بين المحبة والمودة العلماء يقولون الفرق بين المحبة والمودة فرق بين الأثر والمؤثر ما معنى هذا الكلام نأتي بشيء من خلال هذا الأمر يتضح لنا المعنى وهو نقول أن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى علاقة المكلف بالله جل وعلا علاقتي أنا بالله جل وعلا يكون فيها خشوع وفيها خضوع والبعض يتصور أن الخشوع هو نفس الخضوع ولكن من خلال الأحداث التي جرت في عهد أهل البيت عليهم السلام وفي طليعتهم مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول غير ذلك يقول هناك فرق بين الخشوع والخضوع وإذا عرفنا الفرق بين الخشوع والخضوع عرفنا الفرق بين الأثر والمؤثر وبين المحبة والمودة فتأمل جيدا المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه علي عليه السلام الشخصية الثانية في الوجود بعد رسول الله محمد ولا يمكن لأحد أن ينكر هذا الفضل لأمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف لا وقد عده القرآن الكريم نفس رسول الله بصريح الآية الكريمة وأنفسنا وأنفسكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها يسأل المولى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقولون له يا أبا الحسن أيهما أحب إليك جلوسك في الجنة أم جلوسك في المسجد لما يعرض علي السؤال أنا كإنسان قاصر حتماً راح أختار ماذا قال جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعات ولم يخطر على قلبي بشرة ولا فيها تعب ولا هم يحزنوا فحتماً راح أختار ماذا أقدم الجنة على المسجد لكن تعال شوف نظرة الإنسان العارف كأمير المؤمنين صلوات الله عليه كيف فلسفة علي بن أبي طالب عليه الصلاة يقول أما جلوسي في المسجد فيه رضا ربي وأما جلوسي في الجنة فيه رضا نفسي وأنا أقدم رضا الله على رضا نفسي هذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعني 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 إذا دخل علي عليه السلام إلى المسجد ليس كدخولي أنا سرعان ما أخرج بل إذا دخل إلى المسجد أمير المؤمنين انشغل عن الدنيا وزهوتها وشهوتها واشتغل بالأعمال الآخرة مثلا التعقيب النوافل وغيرها فإذا انتهى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من عبادته جلس مع أصحابه يتحدث إليهم وأخذوا ينهلون من نمير معارفه صلوات الله عليه كيف لا وهو يقول علمني رسول الله من العلم ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب يوم من الأيام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه جالس مع أصحابه يتحدث في المسجد إذ دخل رجل إلى المسجد وقف للصلاة فأحرم إليها فمجرد أن أحرم إلى الصلاة إلى أن انتهى منها كان يعبث في لحيته طبيعي طبيعي أخوه هذا الشيطان رجي متى يجي للإنسان أخوه ما يجي لي واقفه أمام الصرافة الآلي يخلي البطاقة وتطلع عليه الأموال ليش أخوه ما يقدر يسوي شبه الأموال ديانة من جهة الأقصاط من جهة الأولاد الزوجة من جهة ويجي الشيطان إلى الإنسان إذا وقف بين يدي الله جل وعلا إذ ما يقف هذا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يأتي إليه الشيطان فيوسوس وهذا خطر على الإنسان لذلك ينبغي على الإنسان أن يتعوذ من الشيطان في كل لحظة ولا سيما في وقت الصلاة وفي أدائها لأن بقبول الصلاة متوقف على قبول باقي الأعمال كما ورد عن الرسول الأعظم محمد الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ولذلك هنا يجي القرآن الكريم يشير إلى هذا المعنى وهو أكبر خطر على الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور لا يكون الإنسان مصداق هذه الآية فإذا كان مصداق هذه الآية الإنسان يخسر الدنيا والآخرة فأمير المؤمن صلوات الله عليه قال لأصحابه لو خشع قلبه لخضعت جوارحه من خلال هذه الكلمة يا إخوان نستلهم هذا المعنى أن هناك فرق بين الخشوع والخضوع وهو فرق بين الأثر والمؤثر فنقول أن الخشوع هي حالة وجدانية قلبية في الإنسان فإذا وجدت تلك الحالة الوجدانية ترتب عليها أثر خارجي عبر عنه مولانا أمير المؤمنين بخضوع الجوارح ولذلك هذه الحالة يا إخوان ترتاب محمد وآل محمد فتجد أهل البيت عليهم السلام إذا دخل وقت الصلاة تتغير ألوانهم ترتعد فرائصهم يقولون للإمام زين العابدين يا ابن رسول الله أنت إمام معصوم مفترض الطاعة بين إهلالين هذه خليها عندك المعصوم لا يفكر في المعصية فضلا عن ارتكابها وإنت ما قالك إلى وين يا ابن رسول الله ما قالك إلى الجنة إلى النعيم في صدرة المنتهى وهو يقول إنكم لا تدرون بين يدي من أنا أقف بين يدي جبار السماوات والأرض أيضا هذه الحالة ترتاب كل إنسان روض هذه النفس الأمارة إن شاء الله أنا وياكم منهم إذا دخلنا في الصلاة نبكي من خشية الله ولذلك تجد العلماء والفضلاء والفقهاء والزهاد والعباد إذا وقف في محراب الصلاة يبكي من خشية الله جل وعلا هذا ناتج عن ماذا يا إخوان ناتج أن هناك حالة وجدانية أي اتصال القلب الله عز وجل فعندما اتصل القلب بالله جل وعلا خضعت هذه الجوارق إذا نقول أيضا هذه العلاقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى هي تارة يكون علاقة تحت معيار محبة وهي الحالة الوجدانية حالها كحال الخشوع وتارة تكون حالة بمعيار المودة وهي الأثر المترتب على الحالة الوجدانية اللي يعبر عنها القرآن الكريم بمعيار المودة سأجيب لك مثال أقرب إلى الأدهان الآن يا إخوان علاقة الإنسان بالحياة الزوجية علاقة الزوجة بالزوج وعلاقة الزوج بالزوجة بأي معيار تكون قال ليسأل الإنسان نفسه بأي معيار أنا كزوج علاقتي مع هذه الزوجة وهذه الزوجة بأي معيار علاقتها مع هذا الزوج القرآن الكريم يا إخوان يشير على أن العلاقة الزوجية هي بمعيار عاطفي من الدرجة الأولى بمصداق الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم أول قال من أنفسكم يعني لا بد أن تعتبر هذه الزوجة جزء منك أيها الإنسان مثل ما تحافظ على نفسك تحافظ عليها أول قال من أنفسكم قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم ليش ما قال محبة يا إخوان وإنما قال مودة ورحمة ليش ما قال محبة قال مودة المحبة يا إخوان هي حالة وجدانية قلبية والمودة هي أثر مترتب على حالة وجدانية خارجية يعني بمعنى أبسط من هذا الكلام الآن لو إيجي فرض من الناس زوج من الأزواج يقول لزوجته إني أحبك يا ابنة العم ولكن أخلاق مع هذه الزوجة تعكس غير ما يقول لا يحترمها لا يقدرها لا يجعل لها وزن لا يجعل لها قيمة نقول بئس تلك الحياة التي تعيشها أنت والزوجة بهذا المعيار وبهذا المنظور وليست هي العلاقة التي يريدها الله تبارك وتعالى التي المفروض أن تكون بينكما كذلك الزوجة إذا قالت لزوجها إني أحبك يا ابن العم وهي أخلاقها تعكس غير ما تقول تسقط موقعية الزوج لا تحترم الزوج لا تقدرها تسقط موقعية داخل البيت إذن بين قوسين تصبح هذه الزوجة زوجة ناشز والزوجة الناشز أشار القرآن الكريم إلى كيفية التعامل معها نقول بئس الحياة التي يعيشها الزوج مع هذه الزوجة وليست هي العلاقة التي يريدها الله جل وعلا منكما بهذه الحياة لكن ما هي العلاقة التي يريدها الله جل وعلا يريد منا إظهار الحالة الوجدانية يعني إظهار الحب والعشق في الحياة الزوجية من خلال الإحترام من خلال التقدير من خلال أنك تظهر هذه المحبة من قلبك عن طريق أخلاقك وتعاملك مع هذه الزوجة فإذا أظهرت تلك الحالة الوجدانية قالوا نعم الحياة الزوجية التي فيها مودورة كذلك يا إخوان العلاقة الزوجية عندما تكون مشروطة الله عز وجل يريدها بهذا المعيار وهو إظهار الحب والعشق في الحياة الزوجية كذلك يا إخوان علاقتنا مع أهل البيت ولذلك الله سبحانه وتعالى قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ما قال المحبة وإنما قال المودة يعني إظهار الحب والولاء والعشق لآل محمد ثالثة بأعلى منها يعني عندما أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان علاقة مع أهل البيت صلوات الله عليهم تحت معيار المودة يعني إظهار الحب والولاء والعشق في أهل البيت عليهم السلام من خلال السير على خطهم وعلى نهجهم تتحلى بأخلاقهم تتبرأ من أعدائهم تتمسك بحبل ولايتهم فإذا كون الإنسان هذه العلاقة مع أهل البيت وعاش ضمن هذا الإطار قيل في حقه نعم الإنسان الذي ود أهل البيت عليهم السلام وخير مصداق من مصاديق مودة أهل البيت عليهم السلام من عشنا ذكراها خلال الأيام الماضية وهي فاطمة بنت حزام الكلابية هذه المرأة الجليلة العظيمة الكبيرة في عطائها وإن لم يصنا من التاريخ عنها بشيء إلا كلمات معدودة قليلة من ناحية العدد كبيرة من ناحية المحتوى والمعنى ولكن يمكن لنا أن نستلهم من كل كلمة في سيرة أم البنين رضوان الله عليها بالمعنى الأعم دروس وعبر تسطره لنا هذه المرأة فمثلا نأخذ على سبيل المثال درس واحد لضيق المقام وهو كيف كانت تتعامل هذه المرأة مع زوجها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عليهم صلوات الله وسلامه عليه كيف كانت تتعامل معه هذه المرأة النساء إذا أردنا أن يحسن التبعل إلى الزوج خليقرأوا سيرة أم البنين صلوات الله وسلامه عليها على شرف العلم والعلماء صلوا على محمد وآل محمد تفضلوا سماحة الشيخ تفضلوا فمثلاً كيف كانت تتعامل هذه الزوجة مع أمير المؤمنين بعض النساء للأسف الشديد إذا زوج زوج إلى موقعية في المجتمع سواء كان عالماً فقيهاً أستاذاً طبيباً بعض النساء للأسف الشديد إن شاء الله هذا بعيد عن مجتمعنا بعض النساء للأسف الشديد عندما يكون عندما يكون زوجها له موقعية خارج البيت أي في المجتمع قل لها شوف أنت إلك مكان وفي المجتمع خارج البيت ومنزل رفيعة خارج البيت لكن داخل البيت حالك حال الأزواج ولذلك عندما تكون هذه الزوجة تعيش مع هذا الزوج ضمن هذا الإطار عند ذلك تسقط موقعية الزوج داخل البيت فيصبح هذا الزوج وإن كان له موقعية فيصبح هذا الزوج اللي له مقام رفيع في المجتمع داخل البيت ما إلى وزن وهذا من أكبر الأقطاء اللي نعصر لكن تعال شوف الدرس اللي تسطره لنا أم البنين رضوان الله عليها كانت تتعامل مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليس كزوج فحسب وإنما كانت تتعامل مع أمير المؤمنين بأنه سيدا لها ومولا لها قبل أن يكون زوجا فكانت تحترم أمير المؤمنين تقدره تجعل له مكان داخل البيت وعلى وعلى ذلك يا إخوان أنها نذرت نفسها على أن تكون خادمة في بيت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه وعلى وعلى ذلك بأن بأن بذلت نفسها وروضت أبناءها وهذبت أولادها بأن يكونوا خداما لأولاد الزهراء صلوات الله عليهم بها ولذلك جعلت أولادها أن يكونوا خداما لأولاد الزهراء عليها السلام وهي تقول لولدها قمر العشيرة كل ولد عباس إذا أردت أن تنادي الحسين قل له سيدي ومولاي يا ابن رسول الله هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن أم البنين رضوان الله عليها كانت تجعل للحسن والحسين منزلة فضلا عن منزلة أمير المؤمن صلوات الله إذا كان الحسن والحسين بهذه المنزلة فأمير المؤمن يكون أكبر وأعظم من هذه المنزلة ولذلك كانت تقول ولد عباس إذا أردت أن تنادي الحسين قل له سيدي ومولاي لكن في ساعة واحدة يا إخوان تبدل الخطاب من السيد إلى خطاب آخر ساعة واحدة متى يا إخوان لما سقط العباس صريعا على بوغاء كربلة على نهر العلقمي صاح العباس العلم إلى جانب الراية إلى جانب القرب إلى جانب مقطوع اليمين والشمال والرأس مفضوخ بعمد منه يعني ممثل به صلوات الله عليه صاح أخي حسين عليك من السلام هاي فقط هاي هذه أم البنين وهي تربية أم البنين رضوان الله عليها بعد ماكو امرأة في الوجود قدمت أولاد ضرتها على أبنائها بمثال أم البنين صلوات الله عليها ولذلك الناعيق للهم البنين راحت الأولاد الأولاد راحا عبد الله قتل وجعفر قتل عثمان قتل قالت الخلف والعوض براس الحسين الحسين سالم الأولى قال لها يا أم البنين عظم الله لك الأجفي ولدك العباس فقد قطعت يمينه وشماله قالت يا هذا قطعتني يا تقلبي أخبرني عن نور عين الحسين هل هو سالم لأ لا قال يا أم البنين عظم الله لك الأج في الحسين يا أم البنين فقد ذبح كما تذبح الشهات من القفا وهو على مقربا من نهر العلقمي وهو ينادي وحق جدي أنا عطشا صاحة وولده صاحة وولده وحسين يا ويه يا ويه لمن الوالد من الوالد والقلب لا فا يلا 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 تستاهل أم البنين هاي العبر منك وهي التجاوب ومأجور إن شاء الله والله من الوالد من الوالد والقلب لا فا يلا ودور عزبني وهن مجا واسفى يا 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 واسفى على ابن المات عطشا يلا ولعبت عليه الخيل ميدان والله لعبت عليه الخير يا الميدا هل نوح يا معباس على منه تنوحين نوحي جعل العباس لو نوحي جعل حسين حنا تنادت ويح قلبي من الفجيع ابجي على حسين وابجي على رضيع وابجي على العباس طايح بالشريعة واعظم علي أهلين على عي على حسين وانتحى القلبي من أمصاب الغاضرية جاني الخبر عنها تراذي يشرزية يقولون نظل حسين مرمع للوطية شيبت راسية خلا يكذب حتحس جانه بشري عاو دمع العين بادي وقلت خبرني عن عزيز أحمد الله عزاني بعباس وعزاني باولادي عزيز فادول أخوهم يا بشور خبرني عن حسين وحسين فاضطر مهجدي يوم قال حسين مذبوح بالغاضرية وظل ثلاث أيام مطروح يا ليت من بعد تراهي طلعة الروح والله لقض العمر بالصيحة على حسين عباس واخواني فدى الشيخ العشيرة احسين مهجة فاطمة وما علد غيره يندى بحظام بكربله والله كثيرة كل المصايب هونتها مصيبة مصيبة أبو السجاد جابت لي الحسرة صبط نبي يبقى معفر على الغبرة والشمرة بن عالي تربع فوق صدره وبالسيف حزن لحيار وحزنه على حسين قالت قالت له يا بيش إذا قتل الحسين وأين النساء وأين الهاشميات وأين فخر المخدرات زينب وإذا بالصرخ على باب المدينة مدينة جدنا لا تقبلنا فبالحسرات والأحزان جينا خرجنا منك بالأهلين جمعان رجعنا لا رجال ولا بنينا زينب لما لحلها قبر أمي الزهران بنادت تعالي تعالي يا محسن يا يمة تعالي وشوف كربل السهوة بحالي يا شوف أخوتي مجزر قبالي أني توني ذكري تعزي ودلالي أحمى الله إعاد تقبل منا الأعمال أصلح لنا في الدارين الأحوال بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ توضلوا بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيبه أما يجيبه المضطر إذا دعاء أما يجيبه تقبل إذا دعاء اللهم اكشب السوء والبلوى عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم بجاه أم البنين فرج عنا وعن جميع المعتقلين والمعتقلات قر أعين أهلهم بردهم سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين اللهم احفظ علماءنا العاملين ارحم اللهم الماضين ايد الباقيين لا سيما من حضر مجلسنا هذا اللهم وفقهم للعلم والعمل الصالح يا كريم جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فرداء المؤسسون الباذلون تقبل عملهم ضاعف أجرهم أطل في أعمارهم بارك في أرزاقهم من اجتمعنا لأجرها وسببها اللهم ادخل في قبرها الضياء والنور والفسحة والسرور والكرامة والحبور انقلها اللهم من ضيق القبور إلى سعة الدور والقصور واخلف على أهلها وعقبها في الغابرين وعندك نحتسبها يا رب العالمين واحشرها في زمرة محمد وآله الطيبين الطاهرين وإلى روحها وأرواح موت المؤمنين والمؤمنات بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتح مع الصلوان